الطفولة نتع نور نتعرفوا على حياتها المهنية نور كي قصرنا مقوينوية قلت لي كنت نقرأ فلافاك وكنت نبيع ونشري باش نحقق الحلمة ديالي و باش يقول لي عندي مشروع أحكي نور أولا نبدوها المراهقة عندها يعني عندها دور في النقطة هذه كيف حتى نبدأ استيجارة لما لحقت الوحد المرحلة اللي هي في الباكالوريا في الباكالوريا قررت أني خلاص نقرأ وبعدها نولي أستاذة لكن الأهداف مع الوقت تتغير قريت وبعدها نقرأ أستاذة في المدرسة العليا للأساتذة وبعدها يعني العائلة تعي كانت دخلتها قيس قيس يعني الأب تعيز جملاين جملاين يا ربي تكفيه يسما كان المصروف اللي مدهولي فشار ما كان شي كفيني أنا يعني كنت مقيمة في الإقامة الجامعية يمدلي أنا ميتين ألف ميتين ألف هذيك يا ربي نجي في طرنسبورم تكمل ديراكت إيه أنا وش ندير وش ندير كنت نروح لسحة شو هذا نشري سلعة من عند هذوك اللي بيعوا في طوابل بديت بالممكن لهم يشوفوا فيه لأن كانوا يشيروا علي كنت نشري هذوك الكيكينات هذوك الصغار اللي سيختات وكلش نصورهم نحطهم في لاباج فتال إقامة الجامعية ونبيع الليبنات وبديت هكا براس مال صغير 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 خمسة ألاف كنت هذوك نشريهم منعود لهم بيع نعود لهم وبعد وليت نشري لبساتها عن نسا ونحطها أيضا في لاباج نبيع الجيران التوعي وكانوا على بالهم من جيراني كانوا يشيروا عليها بش يدعموني كانوا يشيروا عليها فقط بش يدعموني بش أنا نقرة حتى لو مش محتاجين هذوك الحوائج يشيروهم علي فقط بش يبدوني مال وأنا يا نقرة الحمد لله الحقت لوحد المرحلة وين درت أيضا دورات تدريبية بعد وليت نقرر صوروبان للأطفال في الويكند خلاص وليت مستغنية عن بيع الملابس وليت نقرر أنا في الويكند وبعدها خلاص قوة الأب التاعي مكان له هذيك الميتين ألف خليها عندك شكرا راني نصرف على روحي الحمد لله كنت نقرر الويكند بارك لاثنين عفوا كنت نقرر ثلاث العشية ما كنت نقرر والجمعة والسبت كنت هذك المبلغ اللي اللايمو اللايم قس شهرية أستاذ الحمد لله كنت نصرف على روحي سوا سوا الوقت يداهمون نور كيفش بديتي في تجارة الإلكترونية وبعدها رح نوصل لها النقطة هذه بعدها كنا في العام تاع الكورونا تخرجت كنت بديت نقرر كنا في الوقت كورونا الأساتذة قرروا يا إما صباح يا إما لاشية أنا الوقت هذاك كنت صباح يا إما نقرر لاشية نخدم في المشروع التاعي اللي هو تاع الكتب هذه هي وبعدها يعني لما فاتوا عامين من تدريس التاعي في المشروع التاعي الحمد لله مشروعي بداي يتطور شفت أنه الآن يا إما نخير يا إما المشروع التاعي يا إما التعليم وأنا خيرت المشروع التاعي لأني أنا نحشق الكتب والقراءة وهي الأمور وناوي إن شاء الله نطور فيه أكثر نكبر المشروع نذكر أنه نور هي بائعة كتب يعني عندك مكتبة إلكترونية عندك صفحة على الإنستغرام اللي اسمها ريدرشيب سبيس فضاء القراء فضاء القراء اللي توفري فيه حتى كتب غير متواجدة في الجزائر نوفر كتب غير متواجدة في الجزائر ونعرف بللي مثلا أحد الأشخاص اللي رهم يتابعوني حوس على كتاب ونكون نمشي في الطريق نلقى مكتبة عندها هذك الكتاب نجيب له هذك الكتاب ما يهمنيش أني هذك الكتاب نشيريه جملة ولا مهم أنا نوفر الأشخاص اللي معايا الكتب اللي رامحوا وسؤاليها ما شاء الله